موسيقى السادة المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم الى هذه النشرة الاخبارية المفصلة من قناة سهيل الفضائية والبداية كالمعتاد بابرز العناوين موسيقى الدكتور محمد السعدي على كل الاطراف التي شاركت في حرب اربعة وتسعين ان يعتدروا لليمنيين موسيقى منتديات تغيير في عدن تحيي ذكراها الثانية ومؤسسة انسان تختتم فعاليات يوم اليتيم موسيقى مستهلا النشرة بسم الله الرحمن الرحيم قال الامين العام المساعد للتجمع اليمنى للاصلاح وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعيد السعدي ان ما يتعرض له الاصلاح من حملة تشويه انما يحاول من خلالها خصومه ان ينالوا منه وهي ليست بجديدة وقال السعدي في حوار مع قناة سهيل ان رؤية الاصلاح حول القضية الجنوبية اكدت ان القضية ناتجة عن تراكمات حدثت بمنطلقات خاطئة مارسها النظام السابق ومظالم متعددة احدثت تداعيات اوصلت الى ما حدث واكد السعدي ان حرب اربعة وتسعين لم تكن حربا على الجنوب كما يحاول ان يصورها البعض فهي بدأت من عمران ونحن نبحث عن اسباب الاحداث للعبرة وليس للإدانة واستطرد بالقول اما الاعتذار فان على كل الاطراف التي شاركت في حرب اربعة وتسعين ان تعتذر للجنوب والشمال ولكل اليمنيين كل ما يتم طرحه يوضح ان الوحدة اليمنية ليست محل نزاع كما انها تحظى بدعم اقليمي ودولي كشفت عنه تصريحات سفراء الدول الخمس دائمة العضوية مشددا على اجراء معالجات تحمي بلادنا من الصراعات ونتجاوز بها اخطاء الماضي ضمنها سلسلة ندوات حوارية نظم المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية اليوم بصنعاء ندوة حول النظام الانتخابي بكل انواعه على طريق بناء الدولة واسترد المتحدثون في الندوة انواع الانظمة الانتخابية ومدى نجاحها في بعض الدول الاوروبية وكذا عرض التجروة الالمانية في النظام الانتخابي الالماني وذلك من قبل السفير الالماني بصنعاء الندوة حضرها العديد من قادة الاحزاب السياسية ومنظمة المجتمع المدني والعديد من الكاترة واساتذة الجامعات واساتذة جامعة صنعاء وسط حالة من الاستياء والقلق التي يعيشها ابناء الظالع جراء استمرار حالة الفوضى والانفلات الامنية التي تعيشها المحافظة يواصل المسلحون يتبعون التاجر العرشي حجز القاطرات في مدينة قاطبال اليوم الرابع على التوالي وذلك ردنا على قيام مسلحين قبليين من ابناء محافظة شبوة باختطاف قاطرتين تابعة له من مدينة الحبيلين واقتيادهما مع السائقين الى شبوة بهدف الضغط على قبائل الحبيلين لتسليم شخص من ابناء المنطقة يتهمونه بالاحتيال والنصب بمبلغ مالي قدره 25 مليون ريال الى ذلك قالت مصادر محلية مسلحية الحراك بسناح قاموا باغلاق محلات المواطنين من ابناء المناطق الشمالية بشكل انتقائي ذلك بحجة تطبيق ما يصفونه بالعصيان المدنية فيما يتواصل اغلاق المجمع الحكومي ومكاتب السلطة المحلية دون اي تحرك من قبل السلطات بالمحافظة مصادر المحافظة اصبح الان نراه في الى الاسوأ من حيث نقص في النظام والعمل والسهدار من ما ادى الى تمرد المواطنين على المصالح العامة وخطط الطرقات واخلاء والسيطرة والسلطة المحاكم مغلقة واصبحت ادارة الان مقصرة في اداء الواجب امني في محافظة الزرع يعني من عدن نهاية محافظة عالطلات محافظة حكومية كامل هم عالطلات الى عدن حيث احتفل صباح اليوم الخميس بقاعة الامبراطورة بعدن شباب وشبات منتديات التغيير في مدينة مدرية المعلة بمناسبة الذكرى الثانية لانطلاق منتديات التغيير في المديرية وقيمة الفعالية تحت شعار المعلة بشبابها اجمل نحمل الخير لكل ابناء المعلة رئيس منتديات شباب المعلة محمد مقبل استعرض في كلمتها الدورة الكبيرة الذي قدمه شباب التغيير في المديرية من خلال هذا المنتدى كما استعرض في كلمته العديد من الانشطة النوعية والمتميزة التي اقامتها المنتديات من دورات تاهلية وحلقات نقاشية وانشطة رياضية وثقافية مختلفة وكذلك زيارات ميدانية للعديد من الاماكن والجهات وكذلك مساعدة النازحين والنازحات من محافظة ابيان من خلال تقديم المواد الاغاثية لهم كما تحدثت رئيسة منتديات المرأة للتغيير في المعلة الهام عبدالله مستارضة الدورة الكبيرة الذي قدمته المرأة العدنية في الثورة الشبابية السلمية فيما اشاد مأمور مديرية المعلة دكتور يازن سلطان ناجي بشباب الثورة وشبات المعلة مثمنا دورهم الكبير في خدمة المدرية برعاية الاصر عبدالقادر هلال من العاصمة وبمشاركة كل من دار الايتام ودار الرحمة ودار الشوكاني ودار انسان وبمناسبة يوم اليتيم العربي اقامت اليوم مؤسسة صناع الحياة الحفلة الختامية لليتيم بمشاركة نخبة من المهتمين وبحضور العديد من المستفيدين من انشطة المؤسسة ودور الايتام وتم في الحفلة التأكيد على اهمية رعاية الايتام والاحسان اليهم التزاما بقول الرسول الكريم انا وكافل اليتيم كهتين في الجنة واشار باصبعيها السبابة والوسطى تخلل الحفل العديد من الوصالات الانشادية والاستعراضية كما تم تكريم وتوزيع الشهادات التقديرية والهدايا للدور المشاركة في الفعالية وايضا توزيع شهادات للمتدربين في الدورة التدريبية بعنوان فن الاتصال والتواصل برعاية محافظة الحديدة المهندس اكرم عبداللعطية قم دار التوجيه الاجتماعي لرعاية الايتام بالتنسيق مع مؤسسة نهضة شباب للتنمية الحفلة السنوية اليتيمة كما تم في الحفلة التكريم العديد من الايتام المتفوقين تحت شعار يدا بيد نبني يمن الغد حيات تجمع اليمني للاصلاح بالدائرة الرابع عشر بامانة العاصمة مساء امس حفلا فنيا وجماهيريا بمناسبة عيد العمال العالمية والذي صدف يوم امس الاربعاء وفي الحفل تم توزيع العديد من الجوائز المالية والعينية للعمال ويعتبر هذا التكريم الثالث الذي يقيمه التجمع اليمني للاصلاح يتم من خلاله تكريم العديد من العمال في مختلف المهن الحفل حضره العديد من القيادات واعضاء الاصلاح بالدائرة اختتمت دورة تدريبية الخاصة بالعاصمة صنعاء في حق الحصول على المعلومات والتي نظمت بالتعاون مع المجموعة اليمنية للشفافية وفرع منظمة الشفافية الدولية وبدعم من وكالة الامريكية للتنميع والتي شارك فيها اكثر من 25 مشاركا ومشاركة من الشباب الناشطين الذين يمثلون المبادرات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني تلقوا خلال ثلاثة ايام جملة من التدريبات حول المواضيع والمفاهيم الخاصة بحق الحصول على المعلومات ومعارف وقدرات جديدة تمكنهم من التعامل مع قانون حق الحصول على المعلومات وتم عرض وتحليل القانون واستعراض اهم معوقات تنفيذه وكيفية التغلب عليها وفي نهاية الدورة وتم اعداد خطة حملات مناصرة لدعم القانون من اجل تنفيذها على ارض الواقع اختم اليوم في العاصمة صنعاء المارض الحادي عشر لفن التشكيل الفنان عبد الحذيفي والذي وثقت معظم لوحاته على تضحيات شباب الثورة الجسيمة ومواجهتهم للأسلحة الثقيلة والخفيفة بصدورهم العارية المارض استمر لاكثر من خمسة عشر يوما ونال اعجاب الزائرين وتناولته معظم وسائل الاعلام الشهيد علي احمد الصلاحي عسكري حمل هم الوطن اليمني والعربي وظل مدافعا عن قضايا الشاب حتى اصيب في قصف مكتب التربية في تعز في عام الثورة وهو يناظل من اجل التغيير المزيد في سياق التقرير التالي احياء للذكرى الاولى لرحيل واستشهاد الشهيد القائد العقيد علي احمد الصلاحي ابن تاز الوفي الذي قدم روحه فداء لهذه المدينة التي تعرضت للاستهداف يوم الثوري بامتياز والهدف من اقامة هذه الذكرى هو اولا احياء منعقب الشهيد علي الصلاحي وايضا هو تذكير بالثوار وشهداء الثورة الشبابية الشعبية السلمية بمختلف عموم اليمن وهو ايضا تذكير للجهات المسؤولة الرسمية والشعبية على انها ينبغي ان يبقى تبقى ذاكرة الشهداء في عقولهم اصدقاء ومحبية الشهيد الصلاحي لا يزالون يتذكرون اشراقته الوثابة الهادئة ويعتبرونه اعطى الوطن كل شيء ولم ياخذ منه شيء الرجل الصادق المقدام الذي كان في مقدمة ثوار واحرار تعز وفي مقدمة حماية الثورة ومقدمة حماية ابناء وبنات تعز واحرار وحرائر تعز عرفت الشهيد البطل القائد علي احمد الصلاحي قائدا قسورا مضحيا شقاعا مقداما لا يخاف الله لو تلائم رقدا احب وطنه وشعبه سكن حب الوطن في قلبه اولاده واهله منتنون لكل من قام بالواجب تقاه اخياء ذكرى والدهم ولم ينسوه بل بادلوه الوفاء بالوفاء اننا نشكر كل من جاء الينا من صعده ومن عمران ومن انحاء محافظة تعز نشكرهم من اعمق قلوبنا وفئدتنا نقولهم والله لقد اهلكتم صدورنا وفئدتنا وجعلتمونا نحس بان ابي العقيد علي احمد علي سيف الصلاحي قد استشدى ورحل الى جنة الخلب وان لي الف ابن من الموجودين الذين حضروا الشهيد الصلاحي ارتقى الى ربه خفيفا خادما لامته شامخا محبا لليمن ومدافعا عنها لم يترك في الدنيا الا الذرية الصالحة والسمع الطيبة فاحبه كل من عرفه وسمع به حز المناقب والفضائل انتهى وسموت سرقا في ضروج علاك وازدعت بنيانا شهيدا ثائرا والله من ادرانها نقاكا محمد يوسف لقناة سهيل تعز ونحط الرحال في عدن حيث دشنت مؤسسة لاجل الجميع للتنمية صباح اليوم مشروع تمكين الشباب اقتصاديا اتابع للبرنامج الانمائي للامم المتحدة تحت رعاية وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الشباب والرياضة وبالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني بعدن ويهدف المشروع الى تمكين الشباب من خلال خلق فرص عمل مستدامة واستهدف المشروع 140 شابا وشابة من مختلف مدريات محافظة عدن حضر حفلة تتشين احمد الظلاعي وكيل محافظة عدن وماجد الشاجري رئيس اتحاد منظمات المجتمع المدني بعدن وسيدة كارولين مستشارة مشروع تمكين الشباب اقتصاديا التابع للبرنامج الانمائي للامم المتحدة المشروع هو فريد من نوعه بحيث انه يضم ثلاث خطوات هي الاشمولية الملكية والاستدامة بحيث يتم اشراك الشباب فيما بينهم ومن ثم تعليمهم حرفة صغيرة بحيث يتم اعتمادهم على كيفية واعداد المشاريع الصغيرة ومن ثم دعمهم بمشاريع صغيرة تدر عليهم بالدخل طبعا اليوم كانت كان اليوم البرنامج التلشيني ختاما اعود فاذكركم باهم وابرز ما جاء في هذه النشرة من انباء الدكتور محمد السعدي على كل الاطراف التي شاركت في حرب اربعة وتسعين ان يعتذروا لليمنيين منتديات التغيير في عدن تحيي ذكرها الثانية ومؤسسة انسان تختتم فعاليات يوم اليتيم للمزيد من الاخبار ومتابعة برامجنا على قناة سهيل الفضائية دوما زوروا موقعنا على الانترنت سهيل.نت كما يمكنكم ايضا زيارة صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة